طبعا ربطة الأندية طبعا النهاردة وفقت على طلب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول كان الرجل طبعا في مباريات كانت حتتلعب يوم 2 يناير في بطولة الدوري دوري نايل وكان الرجل حابب أن المباريات دي ما تتلعبش اللي هي حتتلعب يوم 2 الرجل ممكن يخش معسكره يوم 2 ممكن يخش معسكره يوم 3 ما فيش حاجة أكيد الرجل لسه ما خدش قرار نهائي ولكن بناء على طلبه فالربطة قررت أنها تأجل المباريات اللي كانت حتتلعب يوم 2 يناير طبعا لمنحة طبعا لعيبة طبعا فترة أكبر من الرحة طبعا نحن عارفين أننا داخلين على بطولة كبيرة بطولة كاس أمم أفريقية 20-24 اللي هتتلعب من 13 يناير إلى 11 فبراير وكلنا أمل فيه منتخبنا أن يعمل حاجة كويسة فالراجل طلبه طبعا كانش عند الرابطة أي مشكلة أنها تأجل الأربع مباريات المباريات دي طبعا هتبقى فرقه مع الأهلي وبرامدز مع سموحة سيراميكا مع الزمالك ومودرن فيوتشر مع الجنة طبعا الرابطة قالت أنها هتحدد بعد كده مواعيد بديلة في وقت لاحق وطبعا برضو الرابطة نويت أن مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت حتتلعب يوم 15 فبراير برضو تم تأجلها طبعا لأننا كل عارفين أنه طبعا بعد ما الأهلي وصل للدور قبل النهائي في بطولة كاس العالم للأندية اتحاد الأفريقي خد قرار أن المباراة في الجولة الرابعة ما بين الأهلي وشباب الازداد اللي هتتلعب في الجزائر أنها هتبقى يوم 16 أو 17 فبراير وبالتالي برضو الرابطة أجلت مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت هتتلعب يوم 15 عندنا طبعا منتخبنا زي ما بقول بطولة مهمة أكيد كل الناس مستنياها شوفنا مع روي فيتوريا رجل جيه ومدرب كويس وشتغل بشكل كويس قوي يمكن كل المباراة اللي عملها بلا استثناء كانت مباراة كويسة يمكن الناس مباراة تونس بس اللي احنا ظهرنا فيها بشكل ممكن يكون مش مردي ولكن غير كده ظهرنا بشكل مردي فيه مباريات كتيرة حتى يعني بعض الناس اللي كانت بتقول المباريات وفرق ممكن تبقى كلاس بي وكلاس سي ولكن في الأول وفي الآخر هو الراجل ماشي بشكل كويس الراجل هجومي محدش يقدر يتكلم مع الراجل في رؤيته أن أنا أعمل مباراة مع الفرقة دية ولا مع الفرقة دية ولكن جاي بقى البطولة اللي حيبقى فيها عملقة الأفريقيا كلها وناس كتير كلها جاية تتنافس وأسماء كبيرة جدا غير الفرق اللي بتتطور مستواها غير الفرق اللي عندها استعداد أنها تعمل تاريخ كل الفرق دية هتتجمع في كودفوار في شهر يناير وإن شاء الله بإذن الله إذا ما كانش لينا نصيب في اللقب والخسارة في المباراة النهائية المرة الأخيرة في 21 إن شاء الله يكون لنا نصيب طبعا الراجل الأسماء أو قائمة النهائية بالنسبة له طبعا حتتعلن يوم 3 يناير ده آخر يوم 3 يناير ولكن الراجل على فكرة ممكن يعلنها قبل كده يعني فيه قائمة نهائية 27 لعيب مكونة من 27 لعيب وال27 لعيب على فكرة هي قائمة 27 لعيب برضو لأن برضو فيه بعض المعلومات برضو المتدولة برضو فيه بعض المواقع إنهما 23 لعيب بس والأربعة دولة يعني زيادة لو حد تصاب أو كده لا هي القائمة كلها 27 لعيب وال27 متحين للاشتراك في البطولة قائمة المباراة نفسها بتبقى 23 لعيب ولكن آخر معاد 3 يناير لازم يكون منتخبنا بعد الأسماء الراجل ممكن يبعثها في اللحظات الأخيرة ممكن الراجل يبعثها قبل كده شفنا طبعا قائمة متولة كان فيها 55 لعيب طبعا كان أعلن عنها طبعا يمكن ناس اتكلمت فيه القائمة ده وال55 لعيب في خلال 48 ساعة اللي فاتوا ولكن يعني يا ياسر لو معنا الأسماء برضو نفكر الناس آه يعني لو الأسماء موجودة الراجل اختار يمكن 55 اسم 55 اسم برضو مدرب يختار 55 اسم عدد كويس طبعا مختار ناس في حراس المرمى حوالي 7 حراس مرمى يعني الراجل اللي هو الناس اللي هي تحت المنظر الناس اللي هي مركز معاها الناس اللي شايف أنه ممكن يكون لها نصيب في التواجد يعني وبعد كده الراجل يعني ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل من هنا لحد يوم آه 3 يناير لحد إعلان القائمة النهائية وبالتالي احنا نتمنى له كل توفيق ونتمنى إن اختياراته تبقى فعلا الاختيارات الأصوب وطبعا يبقى كلنا في ظهره طبعا ديت الأسماء أحمد الشناوي طبعا دوت يعني بقول لحضرتك دي قائمة مبدئية سبع حراس أحمد الشناوي محمد الشناوي محمد عوادو محمد صبحي محمد أبو جبل محمد بسام محمود جد طبعا دولة حراسة المرمة بعد كده عندك تسعتاشر لاعب في خط الدفاع علي جبر أسامة جلال أحمد سامي محمد حمدي محمود مرعي كريم حافظ محمد هاني أكرم توفيق يسر إبراهيم الرامي الربيعة محمد عبد المنعم أحمد فتوح محمود حمدي الوينش حسامة عبد المجيد محمد شكري أحمد رمضان بيكهم حسين السيد عمر كمال عبد الواحد أحمد حجازي بعد كده عندك في خط الوسط طبعا فيه إمام عشور مروان عطية حسين الشحات محمد مجدي أفشا أحمد نبيل كوكا مهند لاشين عبد الله السعيد رمضان صبحي مصطفى فتحي عبد الرحمن مجدي محمد عبد السميع نبيل عماد دونجة محمود كهرباء طبعا ده خط الهجوم بقى عندك محمود كهرباء وأحمد سيد زيزو وقسامة فيصل أحمد ياسر ريان أحمد أمين قفة وطبعا معنا بقى طبعا محترفين بتونا محمد صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد ومرموش وكوكا ومحمد شريف طبعا دي كانت الأسماء اللي كانت قيمة المطولة اللي كانت مكاونة من خمسة وخمسين اسم بالنسبة لفيتوريا أنا تمنى إن شاء الله إنه هو الراجل يعني يختار لنا فعلا أفضل سبعة وعشرين اسمه ويبقى أنسب سبعة وعشرين يمثله منتخبنا إن شاء الله في البطولة اللي احنا بإذن الله عندنا آمل كبير جدا في منتخبنا فيها طبعا عندنا طبعا كلنا عارفين نحن هنبدأ يوم أربعتاشر المباراة الأولانية هتبقى قدام موزنبيق ودي طبعا أكيد المباراة اللي فتتحها وتبقى مباراة في غاية الأهمية المباراة التانية طبعا قدام غانا طبعا وكلنا عارفين غانا دي هتبقى يوم تمنتاشر وطبعا بعد كده في الختام تختتم مبارياتك يوم اتنين وعشرين بمواجهة الرأس الأخضر زي ما بنقول بطولة إن شاء الله تبقى موفقة لمنتخبنا إن شاء الله برضو تبقى بطولة موفقة برضو لحكامنا النهاردة لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتختار سبع حكام وده عدد كبير يمكن أول مرة نشوف لنا سبع حكام في البطولة كاس الأمم الأفريقية طبعا ما بين حكم ساحة وحكم مساعد وحكم على تقنية الفار النهاردة اختاروا السبع حكام في قائمة النهائية طبعا حكام ساحة هيبقى معانا الكابتن أمين عمر والكابتن محمد معروف والكابتن محمد عادل طبعا مساعدين كابتن محمود أبو الرجال والكابتن أحمد حسام طه وعلى تقنية الفيديو فيه الكابتن محمود عشور والكابتن محمود البناء كل التوفيق لمنتخبنا كل التوفيق لحكامنا إن شاء الله تبقى بطولة سعيدة على الكل بإذن الله ويبقى الفترة اللي جاية زي ما بنتكلم وبنقول تبقى كلها فترة فرح بالنسبة للأندية بتاعتنا النادي الأهلي بدايته من بكرة والحصول على المدانية البرونزية بإذن الله قدام قراءة فرق مصرية المشاركة في البطولات الأفريقية منتخبنا في البطولة حكامنا بعد الفاصل طبعا نجم مصر والنادي الأهلي السابق كابتن كبير كابتن رمضان السيد وأكيد عندنا كلام كتير جدا عن النادي الأهلي وكاسر عالم الأندية وكمان أكيد على البطولات الأفريقية